الساعات القادمة في ملف مهم جداً هيتم حسمه من الاتحاد الافريقي في مركز مهم جداً متعلق بمراكز اللاعبين داخل النادي الاهلي وألا وهو مركز حراسة المرمى أنا بقول لكم بشكل رسمي النادي الاهلي أرسل خطاب للاتحاد الافريقي لقرة القدم بيطلب فيه استثناء قيد الحارس الشاب الواعد محمود الزنفلي الذي تعاقد معه الاهلي في انتقالات يناير الماضية نتيجة إصابة محمد الشناوي مع منتخبنا الوطني أثناء منافسات كأس الأمم الافريقية وحسب مصادرنا في الاتحاد الافريقي قيل ان هذا الخطاب شهد بعض البنود اللي الاهلي تكلم فيها ان إصابة الشناوي جاءت بسبب الأجندة الدولية وبالتالي النادي الاهلي تضرر من إصابة هذا الحارس وعدم استكمال المشوار حتى نهاية المشوار في بطولة افريقيا وبعد فترة من الوقت الاهلي نجح في التعاقد مع حارس مرمى توقيت التعاقد مع الحارس ما كانش يسمح للاهلي يقايده في القائمة الافريقية اللي كان آخر معاد لها 31 يناير الكاف حالياً بيدرس هذا القرار ولكن من مصادرنا عرفنا ان الاتحاد الافريقي بنسبة تتخطى 99% هيرفض الطلب لان المفاجأة ان بعد غلق القيد 31 يناير بنص ساعة تم رفض قيد عدد من اللاعبين فعندها أخرى بسبب ضيق الوقت وبالتالي كان الديدلاين نهايته الساعة 12 منتصف ليل 31 يناير وبالتالي لن يتعاقد الالي او لن يقيد الالي اي حارس اضافي في القائمة الافريقية